السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الجديد سوق كيزاكوب وانكم الدرس اليوم هو الجزء الثاني من درس التأطير هنشوف امتلة تطبيقية التأطير مكملة ذلك الامتلة اللي شنا سابقا في حصة سابقة لهذا الغرض عن خدمه هالتمانين التالية من دور التمنين الاول علما ان اكس محصور بين واحد وثلاثة اضطر اكس اس اثنان واحد على اكس وجذر اكس الملاحظة اللي غنلاحظه قبل مبدأه هو ان طرفين المتفاوتة تمثل اعدادا مجابا اذا في هذه الحالة املك يكون لدي اكس محصور بين عددين مجابين لدينا بيت نعرف اكس اس اثنان محصور بين اش كرفع طرفين اس اثنان اذا هاتولي عندنا اكس اس اثنان محصور بين واحد وتسعود اذا بغيت واحد على اكس اش كندير كنقلب البلايس غيولي هنا واحد على واحد على هات الجهة غيولي فيها العدد ثلاثة وهات الجهة غيولي فيها العدد واحد اي بمعنى اتولي عندنا اذا واحد على اكس محصور بين واحد على ثلاثة وواحد على واحد اذا في حالة المقلوب نقلب اماكن اطراف المتفاوتة الحالة الثالثة هو دي الجدر في حالة الجدر تحجمك التغير يبقى هنا الجدر دي الواحد وهنا الجدر دي الثلاثة هذا فيما يخص عدد محصور بين عددين مجبين نشوف الحالة الثانية اللي عندي العدد محصور بين عددين سالبين نكتبه لدينا اكس اس اثنان محصور بيناش فالحالة نقلبه نجيبه ناقص اثنان هنايا اس اثنان ونقص خمسة ندوز هنايا اس اثنان اذا النتيجة عندي هتكون كالتالي اكس اس اثنان محصور بين اربعة وخمسة وعشرين نفهم؟ اذا انتفاد الحالة نقلب انا كنكشبه لكم هنا باش عقله علب باش عرفو شنو من الحالات الخاصة الحالات اللي كيترو فيها تغييرات وفي الحالة ذي الواحدة لا اكس كما رشلنا سابقا لا تفاد الحالة كنقلبه هتقول لي عندي هنا ناقص واحد على اثنان قبل احرق اكتب هي هنا واحد على وهنا واحد على كنقلبه هتقول لي هنا هتقول لي ناقص اثنان هنا هتقول لي ناقص خمسة اذا طلعوا ناقصة الفوغة لناقص واحد على اثنان واحد على اكس ناقص واحد على خمسة اوكي لتذكير فان هذا الاعداد طرفي متفاوتة فهي اعداد ساليبق اذا في الاعداد ساليبق اذا في الاعداد ساليبق في حالة المقلوب اشوفوا حالة ثالثة حالة ثالثة شنو عندنا عندنا طرف ساليب وطرف موجب بالنسبة لي اكس وبنسبة لي اجراء هنا موجب وهنا ساليب اذا في هذه الحالة كيف نحسبه اكس اوسي اثنان تدير اكس اوسي اثنان محصورة بين هنا كنكتبو هنا كنكتبو صفر وهنا كنناخدو واحد من اجل جوج شكرونا ولي الاس ديالو كبير نديرو ناقص جوج اوسي اثنان هتعطيني اربعة وواحد اوسي اثنان هتعطيني واحد لذا ربعة بمعنى اربعة كبيرة من واحد فاني هنا كنكتب اربعة اوكي نشوفوا بالنسبة لي اجراء 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 اوسي اثنان محصورة بين هنا ديما كنحط كما قلنا كنحط سيفر هنا نديرو اثنان نديرو اثنان ندير ناقص ثلاثة اثنان هي تسعود وخمسة اثنان هي خمسة وعشرين خمسة وعشرين هي اللي كبيرة هي اللي كنحط الناير اوكي بقليق واحد على اكس مالك يكون اكس محصور بين عددين مختلفين اشارة وبين اضطر واحدة على اكس كنحط ناخد المتفاويته عندي نقسمها على جوج بمعنى كتولي عندي متفاويتة كانت هي اكس محصور بين ناقص اثنان وواحد كنخرج من الجوج متفاويته ناقص اثنان و اكس سيفر هنا وواحد عفوا سيفر اكس واحد يعني كيكون عندي هنا هناقص اثنان ها واحد اكس عدي فاد المجال اكس كين هنا اذا انا كنقسمها كنحدد الزير هناك كنقسم كناخد هاد المجال يعني انا اكس محصور بين سافر واحد و اكس محصور بين ناقص اثنان و سافر وهذا كنضي المقلوب وفاد الحالة كنضير من المتفاويته الاولى وغيرنا ندر المقلوب كناخد قلب البلايس يعني هتولي هنا واحد على اكس وهنا ناقص واحد على اثنان وبنسبة المتفاويته الثانية عندي واحد على واحد صغر من واحد على اكس الى لاحظته هناك هذا تبدل من المقلوب وفي هذه المتفاويته تبدل من المقلوب الجوش كانت في اليسار مشات اليامين واحد كانت في اليامين اكس كانت في اليامين مشات اليسار من هنا ماذا نستنتج هذه مقدرش تجمعوا في واحدة لانه هنا واحد على اكس صغر من ناقص واحد على جوج حيث لجينا نمتلف منحانة في المحور عندي ناقص واحد على جوج هنا وعندي واحد هنا من هنا ماذا نلاحظ ان واحدة لا اكس ما لا كبر من واحد يعني يجي لججي وهنا واحد على اكس صغر من واحد ناقص واحد على اثنان يعني ستكون في الجي اذا كحل في الخرش نكتب ايدا ندي جوج للمعلومات ان واحد على اكس صغر من ناقص واحد على جوج وان واحد على اكس اكبر من واحد اوكي ندزل حالة اخرى او ثمانين اخر لدينا اكس محصور بين ناقص اثنان واربعة ويجي محصور بين واحد وجوج وقال لك اضطر اكس زائد اكراك يعني مجموع العددين لدي اكس محصور بين ناقص جوج واربعة ويجي محصور بين واحد وجوج اذا مليغا ندير الجمع اشكيو اللي عندنا حتى ما كنت تغير ندير اكس زائد اكراك ونجمع هذا الجنية ناقص اثنان زائد واحد وانا ياربعة زائد اثنان اي ان اكس زائد اكراك محصور بين ناقص واحد وستة اكراك اوكي تابع نشوف الفرق نكتب هنا لنؤثر اكس ناقص اكراك الملاحظة اللي غنلاحظه ان اكس ناقص اكراك شك تساوي هي اكس زائد ناقص اكراك اذا اول حاجة نديره نؤثر ناقص اكراك لدينا ماذا اكراك محصورة بين اش اكراك لحساب معطيات كما تشوفوا محصورة بين واحد واثنان اذا كما شننقدر السابق بويت ناقص ايقراك هادو هنقلب لهم اما كيد لعدية ناقص اثنان هنا وناقص واحد هذا نقلب وش كما قد نجمعه نكتبه ونكتبه هنا بما ان اكس محصورة بين ناقص اثنان واربعة فانه مجمعه هتجيني هذه هي اكس ناقص ايقراك محصورة بين اش بن ناقص جوج ناقص جوج وبن ناقص واحد زائد اربعة اذا فالاخرات اللي عندي اكس ناقص ايقراك محصورة بين ناقص اربعة وثلاثة اوكي شوفوا المثال الاخر عندي اكس في ايقراك ناقص ايقراك ناقص ايقراك لدينا ناقص ايقراك محصورة بين واحد و جوج ناقص ايقراك ناقص ايقراك ناقص ايقراك سافر او سافر ايقراك ناقص ايقراك ناقص ايقراك ناقص ايقراك ايقراك انا اكس ناقص i ثلاثة في الأمريك ناقص ايقراك هناك سوف يصل اتول سافر اكس عربعة تفضل ce اقص ايقراك جوج اذا. سافر ماشر جميع المعاملات مجاب انا اكتب عليكم هنا بالحمر شاقل عليها شاميع او لا الاحسن نكتب لا يوجد طرف ساليب احتذاك ساليب ولكن يخرق المشكيل نضربه سافر في واحد يا سافر اكس في اجراك يا اكس اجراك او ربعة في جوش جي 8 هذه علاقة رقم واحد كنجيول هات الجوش هنش كالقاو كالقاو بان هنا اكس ناقص اثنان ساليب اذا باش نحيذ ناقص اثنان كنضرب هنا في ناقص واحد كنضرب هنا في ناقص واحد كنجيولي ناقص واحد عدد ساليب اما انه عدد ساليب فاننا نقلبه اعنى شا تقول عندي هاتجي ناقص اكس هنا واثنان هنا اذا نزيد عليها اذا نزيد عليها اذا نزيد عليها هنا اجراك لمحصورة بين واحد و جوش ونحسبوه شو تعطيك ناقص اكس اجراك صيفر في واحد صيفر جوش بذي ربعة هنا كنلاحظو ان عدنا ناقص صيفر في ناقص واحد اذا نضرب قلبه ناقص اكس اجراك ناقص x,y قطل x,y سافرة لناقص 0 سوف تدود لنا هذه العلاقة 2 من 1 و 2 مدى نستنتج اكتب لكم هنا البروية عندنا x,y في الأول لقناها محصورة x,y هنا لقناها محصورة هنا لقناها محصورة بالناقص 0 وفي حالة أخرى بحصورة بين 0 و 8 ونستنتج أن x,y محصورة بين ناقص 4 و 8 كنتمنى الدرس اليوم يكون الإعجاب واناكم استفتوا معنا شوية في درس التأطير الدرس التأطير يحتاج بزاف تمارين خصف نخدمه بزاف تمارين في التأطير تبارك الله المقرار فيه بزاف التأطير بشكل تمارين بشكل تمارين بشكل أمور كنتمنى نشوفكم وان شاء الله في درس الجديد سيركيزاكو بونكوم كان معكم أرضوان السلام عليكم اشتركوا في القناة